السلام عليكم مرحبا بكم معي في قناة تعالى متنوامة امبانين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب وصفتنا اليوم ان شاء الله هي الحريرة المغربية الاصيلية اللي عنشارك معكم السر لدى ديالها والطريقة البسيطة في التحضير ديالها بالنسبة للناس المتدئين كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم واكيد اكيد اكيد ان شاء الله اعتجبكم يلا على بركة الله نبدو في المقادر كنحتاجو جوج معالقة ديال الزيت وحد جوج معالقة حتى المعلقة ونص ديال مركز الضماطم يعني لحسب الاختيار كنحتاجو واحد اربع كاس ديال لدس بعد ما نقيتو وغسلتو كنحتاجو واحد البصلة كبيرة محكوكا كنحتاجو الربيع مقطع رقيق اللي فيه الكرافس والمادنوس والقصبور وواحد الاضافة قبل ما نقول لكم باش كندورها كندورها انا بالخضرة اللي كتكون خفيفة على المايدة ومفيدة للجسم اللي كنحتاج فيها طريفة ديال القرعة مقطعين حمرة وكنحتاجو واحد جوج بطاطات موسطين حتى ما مقطعين كنحتاجو واحد الجزرة حتى هي مقطعة دوائر يعني طريفات اللي كنشبروهم ان شاء الله وكنسلقوهم في شوية الماء دا بنقول لكم ان شاء الله شحل الماء اللي نحتاجو بالنسبة للعطرية كنحتاجو واحد المعلقة ديال الخارقوم ما تكونش كبيرة ومعلقة ديال سكين جبير واحد المعلقة صغيرة ديال القرفة ومعلقة ديال صغيرة فتيوتد ليبزر انا ما كنستعمش ليبزر والملحة لحسب الضوغ يلا على بركتي الله نبداو كناخدو طنجرة اللي مسبقا وضعت فيها واحد نص كيلو ديال ماطيشة من بعد ما صلقتها واحد سبعة دقايق وطحنتها في المكسور وصفيتها حيث من القشور ومن بعد ضفت عليها واحد كاس ونص ديال الحميس اللي نفزق من قبل يلا على بركتي الله ادي طنجرة ديالنا بعد ما كناخدوها كنوضع عليها واحد اربع كاس ديال لادس كاس دائما ديال عنبه هو اللي كنعبرو به كنضيفه هذه البصلة ديالنا اللي حكيناها من قبل بصلة كبيرة طبعا كنضيفه الربيع ديالنا مقطع طبعا كيكون مقطع رقيق كنضيفه جوج محالق ديال الزيت دائما كنعبرو به محالقة ديال الطعام كنضيفه لعطرية ديالنا اما بالنسبة للخضراء فهي كنسلقوها كنتحنوها اللي بوطه كنخلطوها مع مركز طماطم اما بالنسبة للشارية فهنا انا استعملت تلاتة المعالق الخضراء كنوريكم الطريقة ان شاء الله كيفاش نسلقوها كنخلطوها مع مركز طماطم او واحد المعلومة بالنسبة لهذه الشارية كنتمنى تكون عندكم رقيقة انا ما عنديش رقيقة لان الرقيقة كتكون ماء احسن كتجيزوينه في الحريرة كنشعلو للنار ديالنا كنوضعو الطنجر ديالنا على النار ما كنخلي واش تشحر مباشرة كنمرقوها بالماء يكون طيب اه يعني انا واخد واحد درجة الحرارة اه بالنسبة لما كنضيفوه على حسب اه عدد العائلة عدد افراد العائلة يعني انا هنا ياس عملت ما عملت شي لما بزاف ومن بعد كنوضعوها على من كنمرقو الطنجر ديالنا كنسدوها وكنوضعوها على النار كالطيب من خمسة وعشرين تل ثلاثين دقيقة ومن بعد مع الطيب الحرارة ديالنا ان شاء الله نتلاقاوه وهدي هي الخضرة ديالنا من بعد ما وضعناها في كاسرونة كنضيفو عليها واحد شوية ديال الملح يفتيوتا ديال الملح اش كتجينا بنينا وكنضيفو عليها واحد القدر ديال الماء اللي كيكون قليل كيف ما موضح في الصورة غي شويةش ومن بعد كنوضعوها على النار على بوطا مهيلا حتى كالطيب كنعودها تكون بوطا مهيلا وهدي هي الحرارة ديالنا بعد ما مرة لها نص ساعة لقينها طابت في هاد الاثناء كنضيفو عليها الشعرية ديالنا اللي دكورنا وكنخليوها حتى كتقرب الطيب مع التحريك كنبقوا نحركو مرة مرة لان الشعرية اللي خليناها كتتلصق وهدي الخضرة ديالنا بعد ما طيبناها على نار مهيلا فطحناها بالميكسور وجاتها لشكل كريمة هذه الخطورة اللي بغينا كنضيفو عليها مركز طماطم انا هنا ضيفت مع القونس يمكنكم تضيفو حتى الجد المعالق كتقى حرية الختيار ومن بعد كنخلطو الخليط حتى كيتجانس ما بعدياتو ويرجع لنا كريمة كريمة واحدة يعني ضروري من التحرك مزيان حتى الجانس وما يبقى حتى شي كويرة ديال ماطيشة وهذا هو السر للد ديال الحريرة ديالي كتجي الصراحة خفيفة خفيفة على المايدة وخدت كل منها وحت لتتزلايف ما كيقالك حتى شي حاجة وما كيجيش فيها ذاك المايدة الخضراء نهائيا كيجي فيها المايدة الحريرة العادية وفي هذه الأثناء صافرات شارية ديالنا ما بقى لوالو الطيب لأنه أصلا ما كتاخدش الطيب الشارية دغيك الطيب كنهزو الخاليط ديالنا كنحاولو نتأكدو بأنه ما فيش شي كويرة يعني يمحرك مزيان ومن بعد كنضيفو على الحريرة ديالنا بشوية بشوية ما تتحرك كنضيفو حنا كنخويو ذاك الخاليط وحنا كنحركو وتكون البوطة مهيلة على النار مهيلة كيف ما كتب موضح في الصورة كنخويو الخاليط ديالنا كامل وكنحركو كنحركو غير بشوية لأنه أصلا اللي حركنا بزاف ما تنجحش لناش الحريرة ديالنا وكإضافة كنضيفو واحد المعيلقة صغيرة ديال السمن يعني لحسب توقو الواحد كتضيفها حتى كتقرب طيب الحريرة ديالنا بني كتبقى لوحد دقيقة ولا شيجو دقيقة باش كيبقى المعضاق ديال السمن المعلم بكوحكوح هادا هو الشكل النهائي ديالنا بعد ما طابت الصراحة كتجي لديدة 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 وخصوصا هادا كل المعضاق ديال السمن اللي وضعنا في اللخر كيعطيها معضاق ولده كنضيفو عليها واحد القطرد ليمون او اي الحامض اللي الصراحة كيتواتى بشكل كبير مع الحريرة ديالنا وكتجي خفيفة على المعيدة كنتمنى تجربوها واكيد ان شاء الله عتعجبكم وإلى عجبكم الفيديو ما تنساش عملو الناجم وتبرتجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وتضغطوا على رمز الاشتراك وتفعلوا لنا الجرس بش يوصلكم الجديد ديالي وفي الاخير كنصلي وللنبي عليه افضل الصلاة والسلام اشتركوا في القناة